مونير مكرم يكشف آخر تطورات حالة سامير غانم ودلالة عبدالعزيز الصحية قال الفنان مونير مكرم عدوا نقابة المهنة التمثيلية في تصريح خاص أن حالة الفنان الكبير سامير غانم وزوجاته الفنانة دلالة عبدالعزيز بدأت في الاستقرار بعد معانتهما صحيا خلال فترة الماضية وكان الإعلامي رومي ردوان زوج الفنانة الدنيا سامير غانم أعلن إصابة حمال فنان سامير غانم وحماته الفنانة دلالة عبدالعزيز بفيروس كورونا ونقلهما للمستشفى وكتب عبر حسابه على فيسبوك أشكر كل من حاول التواصل وأرجو التماث العزر للأسف أصيب بكورونا منذ أيام أغلو أحب وأنقى الناس حبيبي سامير غانم ودلالة عبدالعزيز وهما في المستشفى حاليا لتلقي الرعاية اللازمة أرجو من حضراتكم الدعاء لهما وكتب رامي ردوان أيضا منذ أيام عبر فيسبوك لكل محب النجمين الكبيرين الغاليين لم نمر بعد من المحاوة الحرجة فنرجوكم الدعاء لهما فلا يرد القضاء إلا دعاء كما قال رسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم اختتم اللهم اكتب لسامير غانم ودلالة عبدالعزيز وكل المرضى شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين إلهي اذهب البأس رب الناس اشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم إني اللهم إنا نسألك من عظيم لطفك وكرمك ورحمتك وسطرك الجميل أن تمدهما بالصحة ولا عافية لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك إنك على كل شيء قدير ناط أنا وهي والنجوم تتمنى الشفاء العاجل للفنان سامير غانم والفنانة دلالة عبدالعزيز